عمر كان ظهر وسند زي ما أي راجل لازم يبقى ظهر وسند لمرضه شافت محبة من الدنيا كلها والحمد لله هي الوقت أحسن وإن شاء الله نفضل مكملين كويسين الحمد لله كان ده زي الفل إحنا شغالين في إجراءات يعني الموضوع بقاله فترة بقاله أكتر من سنة ونص كانت أيام صعبة ولكن الحمد لله عدناها والحمد لله يعني إحنا في الأواخر خالص دلوقتي وأتمنى إن شاء الله أن ربنا يتم شفاها على خير تماما وما نرجعش للوجع القلب ده تاني شافت محبة من الدنيا كلها يعني الكم الدعوات وكم الناس اللي اتصلت وكم الناس من العالم كله أنا مش عايز أقولك يعني الحمد لله الحمد لله محبة الناس دي مفيش زيها في الدنيا يعني الواحد بيحس أن ده يعني ريوورد أو جايزة على أن أنت دايما كنت مخلص مع الناس اللي حواليك دايما كنت مخلص في شغلك دايما عايز تقدم أحسن حاجة فلما وقعت في مشكلة كبيرة ربنا يعني حط الناس كلها تدعي لك والناس كلها تحاول تساعدك كم الناس اللي كلمتني وكم الناس اللي كلمتها لو محتاجين حاجة لو عايزين حاجة ناس من بره مصر وناس جوه مصر يعني محبة غير طبيعية ربنا يدمها علينا والحمد لله هي الوقتي أحسن وإن شاء الله نفضل مكملين كويسي عمر كان ظهر وسند زي ما أي راجل لازم يبقى ظهر وسند لمراته يعني أنا ما عملش حاجة غريبة يعني وأنا لو كان حصل لي حاجة كتاية هتبقى ظهر وسند وده شيء طبيعي يعني أنا مش حابب فكرة إن إحنا نكبر الموضوع ده قوي لأنه مش كبير هو موضوع بسيط راجل ومراته ومراته تعرضت لأزمة الراجل وقف معها ده طبيعي ولازم يحصل ولو ده ما كانش حصل أو ده ما حصلش يبقى فيه مشكلة لكن هي دي حاجة أنا لا أشكر عليها